ايجابية الملتقى الحكومي 2016 انعكست على العمل في الوزرات والهيئات الحكومية حيث اعتمد الموظفون روح المبادرة في تطوير سير العمل كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد النعب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الملتقى الحكومي استطعت أن تجد لها أرضا خصبة لاستثمار الطاقات في حركة التطوير الزميل عيمان شرف تنقل لنا ذلك من خلال التقرير التالي ولأن الأهداف لا تتحقق إلا بالأيد التي تعمل والعقول التي تدبر والجهود الطموحة التي تقودنا والعمل بمنهجية متلاحمة تستثمر الطاقات والكفاءات لتكسر القيود وليكون ذلك التحقيق أكثر شمولية فأنه يقف على قواعد ثابتة هي الاستدامة العدالة والتنافسية كما حددها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في كلمة له بالملتقى الحكومي ومن بعدها استطاعت كلمته أن تخترق القلوب لعفويتها وشفافيتها لتنعكس صورتها على التطوير الفعلي للعمل الحكومي الخطوط العريضة التي تفضل بها صاحب السمو الملكي في الملتقى الحكومي أعطانا الخطوط العريضة لتقديم مزيد من التسهيلات للمواطن والمتعامل مع هيئة تنظيم سوق العمل فكنا في البداية كنا محطة واحدة لتقديم المعاملات ثم انتقلنا إلى المعاملة الواحدة برابط أكتروني مع جميع الشركاء التي تشاركنا في مجال إصدار تصاريح العمل فوفرنا على أصحاب الأعمال والمتعاملين الانتقال من محطة إلى محطة أخرى فأنه يكون يقدم عندنا في هيئة تنظيم سوق العمل ونحن بدورنا ننقل الطلبات إلكترونية من جهة لجهة أخرى فيما يخص إدارة التفتيش إدارة التفتيش عكفت على تقديم خدماتها بطريقة إلكترونية إضافة إلى هناك حزمة من الإجراءات التي ستساهم في تقديم خدمة مميزة وأكثر مرونة بما يواكب متطلبات سوق العمل وسوق عمل منظم وبما يواكب التطورات المحلية والإقليمية والدولية تعمل الهيئة الآن لتعزيز دورها في الشراكة المجتمعية لكافة الفئات في المجتمع من خلال التواصل المباشر مع الجمهور سواء ذلك مع العمال أو الأصحاب العمل أو المواطنين تغيير جذري وتطوير للعمل الحكومي يترقبه المواطن عن كثب لمخرجات الملتقى في مضمون يؤكد على الاستعداد لتذليل الصعاب وتحقيق مكانة متقدمة للبحرين وسط بيئة صعبة مليئة بالعقبات والتحديات في المعلومات والحكومة الإلكترونية قمنا بمعض الترتيبات لمراجعة جميع المشاريع والمبادرات الاستراتيجية من أجل مواكبة التطور أو مواكبة التوجه الحكومي الجديد نقدم اقتراحات مشاريع قوانين فيما يتعلق بطاقات الهوية والسجل السكاني وأيضا في الأشياء الإلكترونية بتسهل عمل المواطنين وإجراءات المواطنين ومعاملات المواطنين من خلال إعادة هندسة الإجراءات يتم العمل على زيادة أو تقليل عباء العمل على الموظفين تقليل الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين وعلى الموظفين والحكوميين بحيث أني مسؤول عن العلاقات المؤسسية والعلاقات الدولية ذلك يضع نوع من المسؤولية بحيث أن كل من يطلعوا بدورة سواء نحن كهيئة المعلومات الحكومية الإلكترونية أو الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى بحيث أن عملنا المشترك، تبادل معلوماتنا، مشاريعنا كلها تصب في تحقيق المخرجات التي خرج منها الملتق مبادرة سموه جاءت لتحدث فارقا إيجابيا تمتزج فيها الأفكار والآراء وتنسق العمل الحكومي بأسلوب تفاعلي لرفع مستوى التميز والجودة الخدمية مستقبلا في أفق أكثر استيعابا لهذا الطموح الحكومي إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين